موسيقى 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 ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة طبعا من الافكار المنتشرة بين بعض الناس لما تلاقوا شخص مهتم قوي بفكرة انه ياخد مكملات غذائية او فيتامين دايما بيدور بيشوف الفايتامينز اللي جسمه محتاجها بيبدأ يعوضهم اكيد ده يعني اي شخص كمان بيلعب اي رياضة او انه مثلا عامل لقدر الله عملية بتتطلب منه انه ياخد بعدها فيتامينز فكرة المكامل الغذائي بشكل عام هي فكرة ترفيهية ومش ضرورية بالمرة وطبعا ده معتقد خط لانه بالفعل هو مش كده لان نقص الفايتامينز في الجسم دي بترتب عليها اضرار كتيرة جدا وطبعا ده اللي هنعرفه النهاردة مع دفتي المشرفاني من وراني في الاستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرل اهلا بيك يا داندون منوراني روح قلبي عظيمة طبعا انا يعني ببقى سعيدة بوجودك معي منوراني مشرفاني والله يا عظيمة انت بتديني طاقة ايجابية عشان كده كل ما باجي بحس ان انا ما بشتغلش جاية اخرج معيك يا حبيبت قلبي منورانا كلنا والله بجد نوري قناة الاهلي سعيدة لانك هترضي على ايجابات كتير وده يعني بيفرق مع ناس كتير حقيقة في المتابعة جدا معنا وانا ببقى مفسوطة ان احنا بنجاوهم على طول معاك يا حبيبت الفيتامينز احنا قلنا ايه ممكن تبقى حاجة ترفيهية يقولك ايه خدلك فيتامين انت شاحب كده يومين ثلاثة وتبقى كويس ساعت بنسمع على فكرة كده وتسمعي ايه انت كده شكل كده لينت بتاخدي مقويات ايه مقويات ايه مقويات ايه مقوي عام فعلا طيب طيب قولنا الاول هي ايه اهمية الفيتامينز دي للجسم يعني بتعمل ايه في جسم بنحتاجها ليه سيانة للجسم من الاخر التدعيم لصحة الجسم وتدعيم للخلايا وعدم اكسالة الخلايا وعدم تلف الخلايا وتدعيم الدم وتدعيم الدورة الدموية وتدعيم صحة البشرة والشعل والدوافر وتدعيم التمثيل الغذائي وصرعة الايد وتدعيم المناعة والطاقة والنشاط البدني والتركيز هذه الفيتامينيات والمعادن طب هل الفيتامينيات والمعادن اخذها شوية وبطل شوية الجسم الحقيقي محتاج فيتامينيات والمعادن كل يوم من فعش يوم عادي من غير ما انا واخد فيتامينيات والمعادن عشان كنا بتلاقي مثلا راجل يمكن كنت انا في النادي ما شاء الله يعني 75 سنة الله اكبر وبيعوم وانا موعد اتفرج عليه لو اقيتني اوصل السن ده وعرف اتحرك بالكلام كان معي راجل يعني راجل كبير فبس اقاله بحب اعرف الطاقة دي فبيقول لي الاكل بيقول لي لازم الصبح السلطة تبقى كل الالوان عشان اطمن ان كل الفيتامين ان الفيتامينات موجودة فبيقول لي لازم كده النشويات بيقول لي الروز والمقرن كده باخد معلقة البروتينات كذا كذا فالناس اللي عايزة تعيش او بتعيش بصحة اطول فترة ممكنة لاغن عن الفيتامينات والمعادل واكيد اكيد برشح وبقوة قلب مالتي فيت لان قلب مالتي فيت داعم جدا وليه ست مزايا اعتقد انها مش موجودة في كل يعني في معظم المكاملات الغزائية الفيتامينات اللي هي المجموعة دي وبستأذن السادة المشاهدين اللي هما يصوروا برضو لعيلة البعض ايوه عشان انا ما عنديش بديل لقلب مالتي فيت لا بالسعر الاعلى ولا بالسعر الارخص هو سعره رائع 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 هتقدروا تاخدوه يا امه من السيدليات احنا موجودين في سلسلة السيدليات كبيرة انت عافل السلاسل السيدليات الكبيرة موجودة في كل المحافظات احنا موجودين في سلسلة منهم كويس وموجودين كمان عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة هاي فده الحرية الاختيار اللي بيتفرجوا علينا يقاموا ينزلوا السيدليات لجنب بيتهم اللي هي السلسلة السيدليات الكبيرة مش عارف اقولوا الاسم او يستسهلوا او يعرفوا يجي لهم بالتليفون حتى الاقرب مكان ممكن تبقى فرع قريب ليهم يشوفوها فين والحلو انما انا اقول يا عظيمة جبوه السيدليات ايه دا الدكتورة دينا بتتكلم على حاجة موجودة امنة رقم واحد وطبعا اللي انا شايفها دلوقتي على الشاشة الناس اللي بترى دا مميزات الفا مالتيبيت يعني دراسي لما ايجي اقول لك انا واحدة هم مش عارفة حاجة وقولك رشحتي الالبا مالتيبيت طب ايه بقى اللي اترشحي وفي مكملات غذائية تانية كويسة برضو اللي خلاني رشح الالبا مالتيبيت لان انا اصلا جربته اول حاجة يعني انا لو هتكلم عن تقريبة الشخصية نشاطي بقى اعلى شوية يعني اعلى شوية كتير تركيزي اعلى شوية كتير برضو مشوية شعري اتحسن لانا يعني يمكن بشتغل شبه يومي فعلى طول شعري بتعامل بعمل كتير جدا وكان شعري بيقع ومقدت شفاه من نتيجة نقص فيتاميناتهم عادا بابا النجار مخلع يعني تخيالي بقى تخيالي فيمكن انا وقت تغيير الفصول شعري بيقع يعني بيحصل بقى مشكلة اني بنسب اخد ما فيش حاج ماينفعش يا جماعة تنسوا يعني مدام بدأنا سواء دواء سواء مكمل غزاي لازم يتخذ الدواء كما الدكتور ما قال والفيتا كما اقول الجرعة المناسبة اللي واخدين بها الترخيص اللي هي كابسولة واحدة في اليوم عشان يقدر يحس بنتيجة لكن كابسولة كل 3 كالسيوم وكل دول موجودين في كابسولة واحدة من قلب مالتيبيت واكيد بستأذن الكنترول يعرض لي الترخيص بتاعي او الترخيص بتاع المنتج عن متل طبعا ده الترخيص ودي حاجة حلوة قوي اننا اعرض ترخيص المنتج بتاعي على الشاشة قلب مالتيبيت لكل الناس طبعا بس يعني الدكتورة دينا بتتكلم على منتج مرخص في الفيتامينات اللي احنا محتاجينها يوميا طبعا في الفيتامينات تانية اللي هي قبل الزوابان في الدهون برضو لو محتاجين بياخدوا سابلمين تاني مع مالتيبيت لكن مع مالتيبيت بتاخدوش حاجة تانية فيها فيتامين سي وزينك بتاخدوش الكلام ده خلاص عايزين تاخدوا فيتامين ده لواء عندكم ده الوحد فيتامين قوي جدا مرخص